موسيقى 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 وكذلك الاتنغرافية المحلية بشكل خاص المتحف غني كذلك اللقاء الأتارية التي تعود للحضارات القديمة للمنطقة المتحف كذلك أنفتح على المحيط الخارج والداخلي للمنطقة المتحف كذلك يساهم في رد الاعتبار لطرات المحلية عبر إنشاء ندوات محلية وكذلك تنظيم مهرجانات ومتقيات محلية لطرات المحلية المتحف يعني يضم سبعة أرويق خاصة منها الرواق صناعة التقليدية والرواق خاصة بالمنطقة المحلية المتحف كذلك يعني يضم أرويق خاصة للموسيقى للفن وكذلك للسينغرافية وكذلك للفوتغرافية والفنون التشكيلية يعني المتحف بمختلف أرويقته يجسد صورة لطرات المحلية الذي كان مزدهراً خلال الآوينة الأخيرة للمنطقة وكذلك المتحف يعني له بعد رمزي داخل المنطقة وله بعد محلي وجهوي ووطني في نفس الوقت المتحف يعني بشكل عام أو بشكل مختصر أود أن أقول أنه مبادرة فردية يعني تشجع الإبداعات الخلقة للمنطقة وتقول ببعده التقافي واللافني أن المنطقة غنية يعني بطرات المحلي سواء المادي أو اللامادي وكذلك في هذه الرواق يعني نتواجد في قلب المتحف الذي يضم مجموعة من الأدوات التقليدية مرتبطة بالفناح وكذلك الصناعة التقليدية والفخار وكذلك الأدوات التي كانت تستعمل في الحياة الإنسان القديمة وهذه المنتجات المحلية التي ترونها هي كلها مصنوعات محلية يعني إما وانشيء إما صنعات من النخلة التي هي رمز وشجرة المنطقة المعروفة يعني في المنطقة وكذلك مصنوع من الجلد يعني الذي هو كذلك رمز من رموز يعني ثقافة الرحل وكذلك تربية الماشية لضاء الرحل المتحف كذلك يعني له بعد سوسيو تقافي وهو توجيه وتقديم صورة للمجتمع الوحي الذي كان خلال السنوات القادمة يعني منفتحا ومزدهرا على الثقافة الأخرى سواء على التقافة ديال وسوس وكذلك ديال تقافة ديال ودنون يعني هذه التقافة كلها يعني تعطينا لنا صورة يعني عامة حول المجتمع الذي يعني كان خلال السنوات السبعينيات والخمسينيات من القرن الماضي المتحف كذلك يعني له بعد محلي وهو البناية التاريخية التي تعود لقرون الماضية لأربع قرون الماضية وهي يعني كذلك يعني مبنية على طراز المحلي الرفيع وهو البناء التقليدي الذي يعني خلال السنوات القادمة عرفة يعني تحولات بفعلي تنامي يعني الزحف العمراني هذه البناية المحلية تعطي للزائر وكذلك للزوار المحليين يعني بعد محلي كأنه يعيش في سنوات السبعينيات والخمسينيات من القرن الماضي إذن كل هذه التجاليات والأبعاد تعطينا لنا صورة عن المجتمعات المحلية كانت يعني مزدهرة وسائدة في القرون الماضية وكذلك تعطينا لنا وجها من أوجه يعني التشابهات التي يعني تتواجد في المجتمعات التقليدية القادمة وكصورة لمجتمعات الواحية هي صورة يعني منفتحة وليست منغلقة على المجتمع فهي صورة تعطينا لنا أكثر من دلالات رمزية لطرط المحلي كذلك ما أجب أن أضيفه هو أن المتحف يشارك في الملتقيات المحلية وكذلك في الملتقيات الوطنية وهو ما أعطى له يعني صيت خلال هذه السنوات الأخيرة من المنطقة شارك المتحف تايوغا في ملتقات زنيت لمهرجان تيمغرال الجدود المتحف كذلك يشارك في الملتقيات الوطنية في أقادير وكذلك في قلميم وكذلك محليا بذارجيست في موسم الطمور المتحف كذلك كما قلت أنه يساهم يعني فرض الاعتبار يعني للطرط المحلي عبرتنا التربية الناشئة وكذلك لتنميذ المنطقة يعطى لهم دروس يعني في الإتنغرافية المحلية يعني توعيتهم وتحسيسهم في دور الطرط المحلي في بناء الأجياء القادمة وتكون شخصيات الداتية يعني المتحف يعني ليس منغلقا كما قلت على فضائه الخارجي بل ينفتح على محيطه الخارجي من المؤسسات التعليمية والتربوية وكذلك يعني المؤسسات المحلية عبر يعني نشر وكذلك تصوير المنتوج الإتنغرافي عبر القناة الأمازيغية وكذلك الأولى وعبرها صفحات الإلكترونية المسموعة والمرؤية إذن هذه هي خلاصة لما قد سبقت أن أذكره أن المتحف هو منتوج إتنغرافي محلي يضم العديد من اللقاء وكذلك الأدوات التقليدية وكذلك المنتجات المحلية يعني للصناعة المحلية وشكرا